مرحبا بكم طلبة الصف الرابع الابتدائي اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الخريطة والادوات اللي بيستخدينها في الخريطة هتكلم ده كان في الدرس التمهيدي هتكلم في اول وحدة والدرس التمهيدي ده سؤال سئلة بتيجي في الامتحانات لما انا اتكلم عن اول وحدة في بلد مصر هي الطبيعة البلدي الطبيعة الحاجة اللي الله سبحانه وتعالى انا مليش اي علاقة بيها اتكلم في الدرس ده عن اول درس في الوحدة دي اللي هو موقع مصر واهميتها موقع مصر واهميتها لما انا اتكلم عن موقع مصر واهميات هتكلم فيه بجزء اول حاجة هتكلم عن تحديد موقع مصر احدد موقع مصر هو فيه ايه القره اللي موجود فيها وكين متكره احبائي طلبة يعني هي المكان الكبير اللي جواه مجموع الدور يعني لما اجي كده ابص على خريطة العالم ألاقي فيه كرة ازيا ولوربا وأفراقيا وامريكة الشمالية وسطوراليا وب أمريكا الجنوبية كل دي اسمها كرة جوه نصد تا د precisely مصر في القرة ذي كلها مصر في كارة إفراقية اللي هي شايفينها قده اللي غير طب الكارة هي مساحة واسعة من اليابس يعني اليابس اللي هي الأرض اللي ممكن نمش عليها مساحة واسعة بتضمن عدد كبير من الدول داخلها ده اسم الكارة الله سبحانه وتعالى أحب مصر حبا كبير وأعطى لمصر موقعا متميزا يعني موقع متميز يعني موقع حل موقع جيد جدا لنسبة الدول العالم يتكون العالم كله من سبع كارات كارات يعني يساوي اليابس طيب ايه كارات العالم نقولهم تاني كارات العالم عندي معين كارات عالم قديم وكارات عالم جديد طب وضحني الفرق معيني الفرق مش عليا في المانات بس عايزكوا تفهموا كارات العالم القديم هي كارات اللي كان الإنسان عارفها في الأول يعني معنى كده إن كارات العالم الجديد مكانش موجودة لا كانت موجودة بس الإنسان معارفش في الثلاث كارات في الأول خالص عاش فيهم عاش في كارة أسيا واوروبا وافريقيا. وبعد كده اكتشف ان فيه كرات اخرى. كانت موجودة وهم يعرفهاش وما كانش ساكنها. زي كارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا. والكارة الكربية الجنوبية. وليها اسم تاني اسمها انتراكتيكا. اسمها ايه? ايه الاسم الصعب ده? معلش. مع انتكاره نفهمه. اسمها انتراكتيكا. ايه ده كده اوضح ان نتكاره نساحها نياز. الكارات معينة. واحد تلات كارات اودان واربع كارات جداد. الكارات الاودان اسل افريقيا اوروبا. والكارات العالمي الجديد اربعة. امريكا الشمالية امريكا الجنوبية استراليا. والكارة الكربية الجنوبية. هنفكرني باسمها صعب. اسمها كارة انتراكتيكا. انتراكتيكا. تمام. طب ده انا كده حددت هي مصر موجودة فين? لما اتكلم عن موقع مصر. موقع مصر بالنسبة لكارة افريقيا. هي مصر موجودة فين بالنسبة لكارة? في النص ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب. ايه اوستاذ اللي انت بتقول عليه ده? لأ احنا اخذناها في الدرس التنميدي وعرفنا ان في حاجة اسمها فروق اصلية ليه الشمال والجنوب والشارق والغرب. الشمال اللي فوق والجنوب اللي هي تحت والشرق اللي هي اليد اليمين والغرب اللي هي الشمال. طيب موقع مصر. مصر موجودة فين? في الركن الشمال الشارق. اه ده هنا اوضح لان ده الشمال الشارق ده ايه خدناها قبل كده بدرس اللي فات. اللي هي الاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الفرعية اللي هي الشمال الشارق. موجود في الشمال الشارق في الكارة الفريقيا. في الحتة اللي متعلامة عليها في كارة الفريقيا. ومصر ده الطل. يعني بطل? يعني بص على بحرين مهمين. مصر بتشرف على بحرين مهمين. ايه هما البحرين دول? البحر المتواصل اللي احنا شايفينه على الخريطة بقى. ده موجود فين? في الشمال ولا في الجنوب? اه سمع الناس بتقول في الشمال. براهو. والبحر الاحمر موجود فين? البحر الاحمر موجود في الشد. ممتاز. ناس شطرة جدا معي. يبا البحر المتواصل في الشمال والبحر الاحمر في الشد. وده كده عرفت لمكان مصري فين بالنسبة لقرة افريقية. وانا بفكر تالي الكرة يعني مساحة كبيرة من الارض جهوها جوال مختلفة احنا دولتنا في انك مصر موجودة في الركن الشمالي الشارع فايل ده كانت بالنسبة لتحديد موقع مصر انا عايز اقرب بقى هنا انت اعملت تقول لي مصر موجودة في الركن الشمالي الشارعي وان الله سبحانه وتعالى رزقها بموقع متميزة كده ايضا مصر مهمة موقعها مهمة اه لن يجي هنا سعال يقول لي بما تفسر وانا وضعت قبل كده كلمة بما تفسر يعني اشكر السبب ليه ليه مصر مهمة مصر مهمة لانها موجودة في وسط كرات العالم القديم خدت كلمة كرات العالم القديم ده قبل كده ليه ايه اه فكروني تمام افراقيا اسا اوروبا يبا هنا مصر موجودة في النص لمن الكرات دي اهمية مصر زادت اكتر لما اتعملت وتحفرت قناة السويس طب ليه اه انت قلت لي قبل شوية من ديئة بس بتقول لي ان مصر موجودة فيها بحرين البحر المتوسط وبحر احمر ما لما تحفرت قناة السويس اعباية الطلبة رابطت بين البحر المتوسط وبين البحر الاحمر يعني المركب لو عايزة تعدي من البحر الاحمر البحر المتوسط او السفينة لازم تعدي على قناة السويس والسفن دي بتبقى شايلة ايه بتبقى شايلة سلع وبضايع وبترول واكل وشرب وغيرها طب بتعمل بايه بتنقولها من دولة اخرى طب مصر بتستفيد من كده طبعا مصر بتستفيد من السفن اللي بتعدي من هذه القناة بتاخد رسوم وبتاخد دريبة على هذه السفينة التي تمر بهذه القناة اذا مصر موقعها متميز مصر موقعها متميز ليه انت قلت سببين مصر موجودة في قرات العالم القديم اللي هي اس وفركة اربا مصر اه فيها اتحفر فيها قناة السويس اللي رابطت بين البحر المتوسط في الشمال والبحر الاحمر اللي هو موجود فين موجود في الشارع تمام طب ايه هي اهمتها بتنقل السفن السفن ايه اللي مايجي كده يسألني سؤال يقول لي هي قناة السويس مهمة اه لانها رابطت بين البحرين الاحمر متوسط ويمر بها السفن المحملة بالبضاءة والسلع طيب ايه السبب التالت ان نقدر نقول عليه ان مصر موقعها مهم موقعها متميز مصر موقعها مهم اللي هو اهمية كبيرة ادى زالت الى ان زادت الاطمع في السيطرة عليها على مرة طريقة كل دولة عايزة تاخد مصر ليه لان موقعها الجمهورافي متميز لانها موجودة في استكارات العالم القديم لان فيها قناة سويسة فكل دولة عايزة تاخد مصر تستعمالها تحتلها تاخد اراضيها على حساب ايه الشعباء وكده عزائي الطلبة خلصنا الدرس الاول في تحديد موقع مصر اتكلمت في الدرس ده عن حاجتين بساط جدا اتكلمت عن تحديد موقع مصر اتكلمت عن حاجة اسمها الكارة وكرات العالم القديم الجديد اتكلمت عن هل هي مصر موجودة في المقارة اتكلمت عن هل موقع مصر متميز اه ليه وعرفت الاسباب شكرا لكم وانتظروني في درس اخر من دروس الدراسات الاجتماعية والى اللقاء